مساء الخير مشاهدين مشاهدين ترانز كل سنة وانتم طيبين يا رب السنة دي تبقى كلها خير وسعيدة علينا كلنا النهاردة هيكون معنا كل الأخبار اللي لفتت انتباهكم على مدار الأسبوع وعشان كده هي بقت معنا النهاردة في ترانز وحنبتدي بفكر ترانز of the week احتفالات العام الجديد عمر الزياب يفاجئ جمهوره كريستيانو رونالدو ومفاجئة العام الجديد كالعادة اتصدرت الاحتفالات بالسنة الجديدة أخبار التراند ولكن كانت حفلة تريو نايت واللي أقيمت في رياض من أكثر الحفلات اللي الناس اتكلمت عليها في السوشال ميديا خصوصا وأنه شارك فيها عدد كبير من النجوم الغناء في الوطن العربي زي جورج وصوف وأنغام وصبر رباعي ونجوة كرم وبهاء سلطان وغيرهم وغيرهم وكثير من الفنانين فقرات كتيرة من الحفلة اتصدرت التراند خصوصا أغاني الدواتو اللي جمعت بين الفنانين واللي لأول مرة نشوفهم كلهم على مصرح في وقت واحد بيغنوا مع بعض ومن الحفلات الأغانية عمرت دياب فاجئ جمهوره بأغنيتين جداد بمناسبة احتفالات رأس السنة وهي أغنية سينجل واللي طرحها على واحدة من المنصات الشهيرة وحققت طبعا نجاح كبير بعد ساعات من طرحها وقدرت أنها تتصدر التراند على كل مواقع التواصل الاجتماعي والأغنية من كلمات بهائة دين محمد وألحان عزيز الشفعي وتوزيع وسام عبد المنعم أما الأغنية الثانية فهي أغنية ماتيجين فوك وهي من كلمات وألحان محمد زيحية وتوزيع وسام عبد المنعم مش بس التراند الفنية هي لتصدارة السوشال ميديا الأسبوع ده لكن كمان انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي من الأخبار اللي العالم كله تكلم عليها رونالدو انتقل لنادي النصر السعودي في صفقة تاريخية وصل لقومتها لـ 200 مليون يورو سنوان يمكن فيه تفصيلة مهمة في عقد رونالدو مع النصر السعودي وهي أنه فيه بند بيخليه ينتقل بعد ستة شهور بس لنادي نيو كاسل الإنجليزي في حالة التأهل النادي الإنجليزي لدوري أبطال أوروبا ومن المعروف أنه نادي نصر ونادي نيو كاسل مملكين لنفس الشركة وهو اللي سهل انتقال رونالدو للنادي السعودي الجميل في الخبر ده واللي خصينا إحنا كمصريين بقى أنه فيه احتمالية كبيرة لأن نادي نصر السعودي يواجه أورايب نادي من أندية الدوري المصري في البطولة العربية للأندية وده معناه أننا هنشوف رونالدو في مصر أورايب وبكده نكون خلصنا فقر الترانز أوف دوي